أزمات تلد أخرى والعاصمة المؤقتة عدن تعيش حالة ترد مستمرة رغم مضي أكثر من عامين على تحرير المحافظة من ميليشي الانقلاب حيث هددت مستشفيات عدة في العاصمة المؤقتة بإغلاق أبوابها نتيجة الانقطاع المستمر للكهرباء الناتج عن الأزمة الأخيرة للمشتقات النفطية وقال بلاغ صدر عن بعض المستشفيات إن انقطاع التيار الكهربائي أتى بسبب عدم القدرة على توفير مادة الديزل مؤكداً احتمالية إغلاق المستشفيات إذا مستمرت الأزمة كانت ثلاث محطات من بين خمس محطات كهربائية قد توقفت عن توليد الكهرباء لعدم وجود مادة الديزل فيما وصلت ساعات الإضاءة في عدن خلال السبت والأحد الماضيين إلى ساعتين فقط تأتي أزمة الكهرباء بالتزامن مع الأزمة المتفاقمة التي تعيشها مصاف النفط بعداً والتي ضخت وفق مصادر مطلعة آخر كمية متوفرة لديها من الديزل والتي تبلغ 1500 طن وقالت المصادر إن هذه الكمية تكفي لتشغيل محطات الكهرباء لأيام معدودة تبدو مشكلة الكهرباء في عدن نموذجاً مصغراً لما يحدث في العاصمة الموقعة ويستغرب مراقبون من فشل السلطة المحلية عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين رغم توفر كل الإمكانيات اللازمة في ظل تاكدات محلية بوجود الديزل يؤكد محللون أن أزمة الخدمات العامة وفي مقدمتها الوقود والكهرباء ما هي إلا مشكلات على هامش الأزمة الحقيقية التي تعيشها عدن أزمة السيطرة على المحافظة وهي أزمة قد تدلل على فشل الشرعية لكنها تفصح أيضاً عن أجندة أخرى للتحالف غير السعادة الشرعية ومواجهة الانقلاب